كل صحابهم طيبين بقى النهاردة نهاية السنة وبتاعه جيبوا لب اللب كان في مصر الوقت والله ما عرف كان زي ما بتجيب اللب الاسر اللي بتحتفل في البيت يعني جيبوا لب ومفول سوداني ولب ابيض وحاجات كده يعود يتفرجوا على اي مصرحية او حاجات لقى النهاردة هيتفرجوا على برنامج مستضيف فلان اللي واخد اثنين مليون جنيه عشان يظهر مش عايز اقول اسماء يعني بس انا قريت النهاردة يقول لك مش عايز برنامج مين مستضيف النجم مين والنجم ده مش عايز واخد ثلاثة مليون وده واخد اثنين مليون طب حد استضيفنا لو يديني 75 جنيه حتى ده ايه ده طيب بخصوص النجوم بقى وكلامنا عن النجوم انا قلت اخفف بقى احنا عدينا الساعة اللي فاتت سياسة وكلها دكت وضربه وبتاع ونخفف بقى جرع شوية والله ما عارف اخففها ازاي بس يلا انتو عارفين الكلام اللي شغالي اليومين دولها على الناس اللي هي مش لقى شغل واللي مش لقى شغل ده حصلت في كل الاوساط حتى الوسط الفني ممثل اسمها وفاق ميكي كان اشهر ادوارها طبعا على الاطلاق هو دور مهجة في مسلسل زئاب الجبل عشان هي عندها اكسبريسيون كده يعني بالفرنسوي اكسبريشن بالانجليزي تعبير يعني اللي هو ايه يا مرك يا مهجة فكان التعبير ده متداول في التسعينات الجيل القديم العواجزي اللي زي يعني كان دايما ياخد التعبير ده قبل ما يطلع التريند والبتاع ده لما تحصل حاجة يقول يا مرك يا مهجة فالست مهجة اللي هي وفاق حلمي ايه وفاق ميكي وفاق ميكي هي الفيديو مش عارف هي طلعت اشتاكت وقالت يا جماعة انا مش لاقي اياكل فعلا وقالت ان انا وابني ملقناش حاجة انا اه قالت انا وابني ملقناش حاجة انا تعشى بيها وجمعنا كم جنيه عشان نجيب عيش انا عايز اقولكو ان انا سمعت من احد المشاهير في مصر عبر اتصال يعني نفس الجملة والله بس طبعا مش هقدر اقول اسمه عشان ما يطلبتش علي انه انا وابني معرفتش على ايه لو في التلاجة بطين عشي بيهو يا عم ده انت المفروض يعني لا لا ده الصورة اللي برا غير الصورة اللي جوه طيب بغض النظر عن موضوع وفاق ميكي ده له خلفية محترمة جدا جدا وفاق ميكي دي سنة من 23 سنة اتحكم عليها في قضية مجرمة كان عندها بنت شغالة كده جامل ارياف مش عارف من احدى المحافظات يعني عارف انت الخدامة الصغيرة اللي بوها يعني ايه مش عارف يعلمها فراح تشتغل عند النجمة وبتاقها مش عارف اقولكو الصور الصور موجود على السوشيال الاستاذة دي كانت في عزة نجوميتها بقى وكانت ايه يعني مزة كده وعليها الطلب فاخذتها العزة وبالقسم البت ما عرفش عملت ايه ايه اي حاجة تشغلات بيعملوها في البيوت بيت صغيرة طفلة يعني مش مش انسة مثلا العشرين ايه ده طفلة مثلا 12-13 سنة فراحت غلطت مثلا عملت حاجة غلط بتاع فراحت الاخت وفاق ميكي دي عمل فيها الجريمة البشعة بشعة حلق شعرها وكويها بالنار وحرق جسمها ومعزبها ومشوها وشها اللي هو يعني ايه كلام ما انزل الله بيه من سلطان جريمة بشعة يعني فالحيئة طلعته بتاعه وراح اتقبض عليها وخدت مجرع في حكم كام كده حاجة كده بسيطة يعني وبعد ما طلعت بقى بالسجن ايه بدأت الأضواء تخفت عليها الحقيقة المنظور هنا المنظور بالنسبة لي وبالنسبة للناس كثيرين جدا هو انت يا جماعة دي جريمة عادية جدا ممكن على فكرة كلنا نغلط يعني انا مش بقى هنا مش بقى بصوب عليها النار وبقتلها من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحاجة لكن هنا بقول لك الشاهد من الكلام ايه انه ذكر ربك ربك العدل ما سابش حق البيت الصغيرة اللي جامل ارياف بعد 23 سنة فاذا بالهانم اللي كانت بتعذبها تقعد ما تلاقيش تاكل انا اتمنى يا رب يكون البنت او اهلاها بيسمعوني ويبعتولي دلوقتي يقولولي احوالها عاملت ازاي طبعا ربنا اكيد يعني وسعليها اتجوزت وخلفت وعايشة زي الفل عشان بس اللي بيشكك في عدل الله انت يا حبيبي خلق الانسان عجولا انت بستعجل انت عايزت دلوقتي ضياء ضيقني عايز الاقي ضياء مولع بره لا يا حبيبي انما نعدوا لهم عدة فلا تعجل عليهم انما نعدوا لهم عدة مستعجل ليه انت اه احنا كلها مستعجلين اوان مش مستعجل اللهم اللهم عجل بهم على طول في كل دعاء يعني لكن هنا بس الشاهد الشاهد اللي هو ايه ربك ما سابش حق البنت المسكين وجات عند وفاء مكي وربنا يخفر الخطايا والحمد لله ان الاستاذ وفاء بعد ما عملت الحكاية دي راحوا جابوها من اشتغلت في مسلسل طيب وفاء مكي وغير وفاء مكي اللي بيشتكوا ناس كتيرا جدا لدرجة الاستاذ ابراهيم عيسى طلع اتكلم على الموضوع ده الحكاية ايه يا جماعة الحكاية انه في الاعلام عندنا تلفون سامسونج هو اللي بيشغل ده وبيشغل ده والاستاذ جابر الارموتي خير ودليل استاذ جابر الارموتي قاعد برضو يعيط وانا مش لاقي وباعت اللي عندي وبتاع لحد ما ايه طب يلا هاتوا يا عمر ميه في اي برنامج وديله الخمسين ستين الف اللي ياخدوا معيش بهم وخلاص فتلفون السامسونج ماسك بتاع الاعلام وفي تلفون سامسونج ماسك عند الفنانين اللي ما بيعجبوش بيقعد في البيت وفاكرين غدا عبدالرازق طلعت مرة قلتلك انا مش عارف مش ما بشتغلش ليه هي كده بقى ما جتيش بقى في حتة ما روحتش معه مشوار دم اكتقيل على قلبه يعني ايا كان فالتلفون السامسونج بتاع الاعلام والتلفون السامسونج بتاع الفنانين والممثلات بقى يشتغل وده بقى يشتغلش حتى نشوف الاستاذ البرنامج عيسى وهو بلقح على الكلام ده من بعيد كده مصر وهي لا تملك الكثير من قوى الاقتصادية ومصر وهي في عزمة اقتصادية عارمة طاحنة عليها ان تتبه لقوتها الحقيقية ولثروتها الحقيقية والثروة الحقيقية اللي موجودة في مصر هي قوتها الناعمة بشرها وناسها عقولها ومواهبها وفنها وثقافتها والحقيقة الدولة المصرية تهمل القوى الناعمة ترجمة نانسي قنقر